السلام عليكم وهنا وسهلا بكم محاضرة جديدة من محاضرات اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي وصلنا للدرس السادس من الوحدة الثانية واللي رح نقرأ به نصين مختلفات عن حادثة سرقة النص الأول رح يكون رسمي فالصيح مأخوذ من صحيفة والثاني رح يكون أقل رسمية مأخوذ من رسالة من صديقة صديقتها عن نفس حادثة السرقة وبنهاية المحاضرة رح نأخذ تمرين إملاء بكلمات رسمية ومرادفاتها الأقر رسمية يلا خلينا نبدي عنوان قطعتنا هو أروبري سرقة وهذا النص اللي قبالكم هو النص الرسمي اللي نريد إحنا نركز على الكلمات المهمة به ونحفظها كمعانة إثرائية وبنهاية المحاضرة نركز على العبارات الرسمية والعبارات الغير رسمية من النصين فإحنا غايتنا الأساس من قراءة النص هو المعانة الإثرائية الموجودة بداخل ذن القطع نبدأ نقرأ هناك كلمة أكرد بمعنى حادثة أول مفردة مهمة أكرد حادثة كلمة روبري معنى سرقة السيد والسيد سميث كانوا بالبيت ونامين وقت حدوث الجريمة لا نعدي كلمة جولري بمعنى مجوهرات and a computer was stolen تم سرقة أموال مجوهرات وكمبيوتر but no one was injured كلمة injured بمعنى يصب أو يتعذى يكمل at 11.15 police were alerted by Mr. Smith who says his daughter Sue woke him up after hearing a loud noise أول كلمة مهمة هي alerted alerted معناها أخبرة أو أبلغة يعني الشرطة تم إبلاغهم بواسطة سيد سميث اللي يقول his daughter Sue أنه بنته قاعدته بعد ما سمعت allowed noise طبعا كلمة noise بمعنى ضوضاء أو تصادم when he went downstairs to investigate عندما نزل للطابق الأرضي حتى يتحقق investigate معنى يتحقق يتأكد he found a broken vase on the floor وجد مزهرية مكسورة على الأرض كلمة vase بمعنى مزهرية he then realized ثم أدرك his computer was missing بأن الكمبيوتر مفقود realized أدركه نفس المعنى ما no عرفه وعندما تأكد أن الكمبيوتر مالت مسروق immediately حالا called the police اتصلا بالشرطة the police believe the robot may have gotten the house through a window كلمة robot يجو معناها السارق الشرطة يعتقدون بأن الحرامي دخل من خلال الشباتش a witness told the police she had seen a tall man أنها رأت رجل طويل in a dark blue jacket في جاكيته أزرق غامق run out of the house شارد من البيت on drive away in a red car وهرب بسيارة حمراء طبعا نخلي ركز على كلمة witness احنا ما أخذينها من قطعة كتاب الوحدة الثانية شاهدة أخبرت الشرطة بأنها رأت رجل طويل لابس جاكيته زرقاء شارد من البيت بسيارة حمراء the police have interested anyone for the crime yet كلمة arrested يحتقل ما أخذينها من قطعة ضباط الشرطة لم يحتقلوا أي أحد للجريمة لحد الآن none of the missing property property معناها things أشياء أو ممتلكات لا شيء من الممتلكات المفقودة has been found تم إيجادهم this was the fifth robbery in town this year هذا السرق الخامسة بالمدينة هذه السنة and police think the same man may be responsible أن نفس الرجل ممكن يكون مسؤول عن هذه السرقات they are reminding homeowners يذكرون أصحاب المنازل to luck and يقفلوا the those أبوابهم at night في الليل and keep ground flowing those closed ويبقون على نوافذ الطوابق الأرضية مغلقة ذلك الكلمات المهمة وهذا النص الأول أول شيء ترجم الكلمات الفوق arrested معناها اعتقل انجار أصيبة witness شاهد روبا سارق luck يقفل alerted نبه أو أعلم اتصل noise غلظاء أو تصادم investigate يتحقق من ذن الجمل ما رح نترجم إلا أن ترجمناه الفوق money جولري يعني سرقن ذن الشغلات لم يصب أحد فنخلي انجار نبه 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 من نزل حتى يشوف شاكوماكو نبه شاكوماكو نبه نبه النقطة الخامسة الحرامي دخل البيت من خلال شباتش نقطة السابعة فراغ told the police she had seen a tall man انها شافت رجال طويل والاخر هي عن high witness نقطة السابعة للجريمة لحد الآن يعني ما حتق لو أي أحد للجريمة لحد الآن ركزو على كلمة property هفتجي اسقاطات اللي بعدها يعني لك يا القون أبوابهم في الليل إذن هسنا خلصنا النص الأول عالية تقريبا تسع اسقاطات قروهن زين وضبطوهن يلا نروح للنص الثاني النص الثاني راح يتناول نفس عملية السرقة بس الطريقة أقار رسمية رسالة من صديقة صديقتها طبعا هايسو اللي قاعدة أبوها عدها صديقة اسمها آن فدزت لها الرسالة تحكي لها عن الحدث اللي صار فقلت لها Dear Anna عزيزتي You won't believe what happened last night كلمة happened معناها حدثة لو نجي للنص قبل شوية كان الحدثة occurred هسا شنو happened معناتها لما نقول شي صار باللغة الرسمية معناها occurred بالأقر رسمية شنو معناها happened هذا اختلاف الأول كم اللي تقول I was sound asleep شننت نائمة When all of a sudden عندما فجأة I heard a loud crush سمعت صوت تصادم Crush معناها تصادم Of course I was terrified بالطبع شنت مرتعبة I knew my parents were asleep عرفت أن والدي كانوا نائمين It was around 11 كانت الساعة حوالي 11 But I thought لكني اعتقدت I heard somebody downstairs أن سمعت شخصا ما بالطبق السفلي I didn't know what to do لم أكن أعرف ماذا أفعل So I ran to wake my parents رحت قعدت أهلي My father made me go back to my room جعلني والدي أرجع للبيت Then he went downstairs ثم ذهب للطبق الأرضي To find out ليستكشف ليتحقق ليجد what had happened شنو اللي صار طبعا He found a big mess وجد فوضى There were papers كان أكو أوراق And a broken vase On the living room floor كان أكو أوراق ومزهرية مكسورة على الطبق الأرضي We had been robbed تم سرقتنا My father called the police والدي تصل بالشرطة Luckily لحسنا الحظ The bagla السارق الحرامي Had already left And no one got hurt لم يؤذأ أحد لو تلاحظون هنا Find out نزل حتى Find out بتنصل قبل شوية قلنا نزل حتى Investigate يعني هاي الاختلاف الثاني لما واحد يتحقق من الشي باللغة الرسمية نستخدم investigate باللغة الأقر رسمية نستخدم find out نفس الشي نانا hurt بمعنى يؤذى هاي باللغة الأقر رسمية بس بالجريد استخدمه injured فأكو كلمات تختلف باللغة الرسمية واللغة الأقر رسمية وذن اللي رح نأخذها اليوم كمل تقول I'm not scared animal لم أعد خائفة But I feel angry لكني أشعر بالغضب My father has his computer stolen الكمبيوتر مال الوالد خمط And my science report was on the hard disk والله عبالة ضاجة على الكمبيوتر مال أبوه طلع الضاجة على التقوير الموجود على الكمبيوتر I have to write it all over again لازم أكتب من جديد And the jewelry my father gave my mother for her bad day المجوهرات اللي جابها أبوه الأمه بعد ميلادها was stolen too تم سرقتهم أيضا She's really upset هي من زعد The police told us الشرطة أخبرونا They think the roba came in through the window شوف مرة ثانية استخدموا روبا قبل شوية كان بيقلة نفس المعنى أن الحرام يدخل من الشباش My father's getting the luck replaced today أن والدي راح يبدل مفاتيح اليوم The police were very nice كانوا كلش لطيفين But they don't think we'll get our things back راح نرجع عشياءنا Well I'll tell you more about it at school tomorrow كلمات المهمة بسطرين الأخيرات عندي كلمة replaced وعندي كلمة things قبل شوية جابوها property الأشياء خلوها property هسا صار things هذا الاختلاف مرة ثانية كلمات اللي رشحتهم لكم وقترحتهم لكم أن upset معناها منزعج أو مستاء happened حدثة replaced استبدلة بيقلة حرامي robbed and bugna crush تصادم اللي ببالك ذاك اسمه crush بليو نحن كراش معناها تصادم نجي نحل I was sound asleep تشينت نايمة بعمق when all of a sudden I heard a loud crash سماعت صوت تصادم عالي You won't believe ما راح أصدق what for last night what happened last night Luckily the furag had already left and no one got hurt شكعت بين هنانة باقلة نفس المعنى باقلة الشرطة يحتقدون ذاك ذي باقلة بأن الحرامي came through the window My father's got in the lock أنه راح يستبدل المفتاح اليوم My mother is real Her jewelry was stolen upset كلش منزعج لان فلوسها أو مجوهراتها We had been robbed تم سرقتنا لذلك والد اتصل بالشرطة لأن الكلمات اللي أنا اخترحتها لكم من النص زلو لاحظتوا أنا سويت لكم highlights التفتت على الاختلاف بالكلمات لاحظنا هنا بالنص الأول أكو كلمات وبالنص الثاني أكو كلمات نفس معنى بس مختلفات فينو هذا؟ هذا يودينا للتولين اللي بعده اللي هو منطيني كلمات رسمية فصيحة ذني كلمات رسمية فصيحة ومقابل هن مرادفات هن الأقر رسمية يعني أكيد هن استخدمها بالصحف والمجلات والأخبار بس من ناحية شوية صدقانا نستخدم happened بالأخير هنا اثنانات نفس المعنى إذن occurred مرادفتها happened انجاد مرادفتها hurt alerted مرادفتها called investigate مرادفتها find out property مرادفتها stuff or things ذني الرسميات وذني الأقر رسميات فلازم حفظ ذني كتابه ومعنى زل شون يجي هذا الموضوع بالامتحان راح ينطيني الكلمة رسمية ويريد الأقر رسمية مالتها بس لك دائم يطيني مثال شوف هنانا occurred happened هنا هاي رسمية ونفس المعنى أقل رسمية هذا المثال اللي ينطينيه بعدين ينطيني كلمة ثانية يريد الأقر رسمية مالتها فهذه alerted الأقر رسمية مالتها called occurred الأقر رسمية مالتها happened او شيقل لي يقل لي the informal word of بين قوسين ينطيني كلمة ثانية شون يعني informal word معناها الكلمة الأقل رسمية الكلمة الأقر رسمية لـ property للأشياء أو الممتلكات فهي thing ممكن شي يقلك The informal word of occurred The informal word of injured The informal word of alerted والآخر هي فأتي إذا لقيت informal word وتلقي كلمة بين قوسين معناها يريد الكلمة الأقر رسمية مالهات وصلنا إياكم للجزء الأخير من محاضرات اليوم واللي راح يكون اختيارات هذه الأختيارات التي تنبعوا عليهم لاحظ أنها وحدة رسمية أو أقل رسمية فماذا أجاوب أول شيء أعرف الجملة رسمية لو أقل رسمية فإذا كانت رسمية أختاروا لها أختيار الرسمي وإذا كانت أقل رسمية أختاروا لها الأختيار الأقل رسمية يعني حسب الجملة ذلك ماذا نعرف الأختيار رسمي هنا هذا الجدول ذن الكلمات اللي هنا أكرد وأنجرد وأليرتج وإنفستيجيت وبروبيتي ذن رسميات ومرادفات هن المقابل هن ذن أقل رسمية شو أنا أعرف عن الجملة رسمية لأقل رسمية؟ أنا كاتب لك هنا ملاحظة شو قال لك؟ قال لك التوقيتات والألقاب مثل مستة والمبنى المجهول تأتي مع الجملة الرسمية يعني شو نقصد بالتوقيتات؟ التوقيتات مثلا من يقل الساعة بالدعش دعش وربع والآخره الألقاب مثلا مثل مستة أو ميسس والمبنى المجهول تأتي مع الجملة الرسمية بعد شو نقدر أميز؟ الاختصارات غالبا تستخدم ويل اللغة الأقل رسمية بعد أكفت ملاحظة كلش مهمة لو نلاحظ احنا بالنص الرسمي ما استخدموا ضمائر قالوا مستة ميسس سميث دوتا يعني ما استخدموا الضمائر الشخصية فإذا لقينا ضمائر شخصية شو نعتبرها هذي؟ نعتبرها غير رسمية شو نقصد بالضمائر الشخصية مثلا فإذا لقينا ضمائر فذلنا ضمائر موجودات بالنص الثاني اللي هو الأقر رسمي إذن ملخص الحد شي مني جيب الاختيارات كنا عرف الجملة الرسمية له أقر رسمية وعرف الاختيار الرسمي له أقر رسمي وراح عرف أختار زينا شون الميز بين الرسم والأقر رسمي؟ مثل ما قلت لكم التوقيتات والألقاب مثل مستة ومسس والآخره والمبنى المجهول هاي رسمية الاختصارات والضمائر الشخصية مثل أنا ويو يا ميйفادا هاي أقر رسمية المثال الأول راح نختار أكارد لأن عدنا 11 هذا التوقيت فيختار لنا أكارد الرسمية النقطة الثانية مادام عدي مستة سمث طبعا هاي اختياراتنا مبنية على أساس النصوص مو على أساس كل اللغة الإنجليزية بالرسمية والأقر رسمية وما دام رح يجمل منذ النصين فنحن رح ناخذ دلائل النصين فقط النقطة الرابعة عندي you and want هم ضمير هم اختصار معناها نختار الاقار رسمية اللي هي happened النقطة الخامسة عندي my father والدي و happened انا اعرف انه happened هي اقار رسمية فراح اختار الاقار رسمية اللي هي find out والنقطة الاخيرة مادام عندي هنا مستسمث فراح اختار الرسمية اللي هي investigate ولو انا استبعد انتجها الفكرة بالامتحان الوزاري بس دائما الاحتياط واجب وصلنا اياكم الى نهاية الجزء الاول من درس السادس طبعا الجزء الثاني انا شارحه مسبقا موضوع الافعال السببية موجود بالقناة نلتقيكم ان شاء الله في محاضرة قادمة